السلام عليكم إخواني حياكم الله تلقي شركة اليوتيوب عدة تبليغات كاذبة عن المحتوى اللي كنشر من الدباب الإلكتروني الجزائري والجراءة البوليسارية شركة اليوتيوب أعطتني عدة انظارات انظار الأول الثاني الثالث الرابع تحتفت القناة ديالي وخبرتني شركة اليوتيوب واحد المايل لأن القناة تم حذفها نتيجة انتهاكي لمعايير المجتمع انتم كتعرفوا هات الأمور هي فقط أخوتي تبليغات ووشيات كاذبة من أجل توقيفي على الكلام تحتفت القناة ولكن أرديت على شركة اليوتيوب عبر المايل بأن القناة تم حذفها بسبب تبليغات كاذبة وأتمنى إعادة تفعيلها استجبت شركة اليوتيوب وإعادة القناة ولله الحمد ورغم ذلك أخوتي فما زلت ولا زلت أتوقع أن القناة ستحدث في يوم الأيام وهذا شيء عادي جدا وطبيعي ورغم ذلك أخوتي أخوتي ممكن تشاركوا فيها علي باريش بالفرنسية علي باريش بالعربية ممكن أخوتي تشاركوا معي رب باش نواصلوا المسيرة يعني الدوبة الإلكترونية باش يستكتوك هذي المهام ذي لهم قادرة تبليغ على المحتوى على الفيديوهات لك تضرهم رجعنا ولله الحمد أخوتي الموضوع دينا أخوتي اليوم هو أنني عملت واحد المجموعة في الواتساب سميتها موريطاني مغربي مغربي موريطاني سنتبت لكم الرابط دينا في تعليق في هذا الفيديو اللي بغي يدخل مرحبا به الهدف دينا من هذه المجموعة هو الربط العلاقة أخوية بين الشعب المغربي والشعب موريطاني ونصده واحد الحملة قدرة عفنة كيقوده واحد الأشخاص مخابراتيين دي الجزائر موالي البوليزاريو يدعو في أن الموريطانيين ينشطون في وسائل التواصل الاجتماعي لي ينفذوا الأطروحة الانفصالية دي البوليزاريو دخلوا في المجموعة عدة موريطانيين بعض منهم لم يتمسك في تلك الأطروح الانفصالي دي البوليزاريو كي يعتبر الصحراء الغربية واحتلال المغربي والبعض منهم محايد والبعض منهم تقول بأن الصحراء مغربية كل هؤلاء الأفكار دياله ونحن نتقبل الأفكار أي شخص نتواجه معهم بالدليل القاطع لعله وعسن قنعوهم بالحقائق لما أعرفينهاش والأقدوليهم كذلك بأنه عيد كبير من الشعب الموريطاني جدود ديالهم سقطوا ضحايا رصاص ديالبوليوزاريو الجزائر 2888 شهيد موريطاني تقتلوا على الأراضي الموريطاني بالرصاص ديالبوليوزاريو والجزائر 222 شاب موريطاني توجهوا من موريطانيا يمشون المخيمات في التسعينات القرم هذه اعتقلتهم البوليوزاريو وقتلتهم بعد ذلك وحد اليوم ما معروف ما سيحدث عنهم بغينا نوصلوا للشعب موريطاني حقيقة لم يعرفينه كذلك أخوتي وبين قوسين المقبور بومدين اللي كيوصف الموريطاني بالحمير أعزهم الله هل تشي ما عرفينوش العاد كبير من الشعب موريطاني ما عرفش هل تشي خاصة الشباب كذلك أخوتي نحضروهم وننضروهم ونخبروهم بأن مخاوراتين جزائرين يوم كيتواجدوا في موريطانيا يدعو فيها أن موريطانيين وينفدون أجندات البوليزاري والجزائر يعني بالملموس كيحقدوا الشعب الموريطاني في الشعب المغربي كيخبروهم بأن المغرب عنده أطماع استعمارية وبأن المغرب غير يخذهم أرضهم والتروة ديالهم والمغرب قسل لي مجددهم يعني أخ قصص كاذبة كيمروا ليهم لسائل مسمومة هات الشي اللي عملت هات المجموعة باش نتصدل هات الشي شربتوا هات العلاقة أخوية دخلوا عندي ناس مخابراتيين كينفذوا الأطروحة ديالجزائر ولكن أخوتي ولله الحمد لقيت تجاوب من الشعب الموريطاني الشقيق يعني شباب متقف لقيت واحد شاب موريطاني اللي غانسمعكم الأوضي قلهم أنا موريطاني 100% أنا من العلويين ومحمد السادس نصره الله ولد عمي الأوضيو عجبني أخوتي سمعوا الأوضيو حياكم الله ويحيا الشعب الموريطاني والشعب المغربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا اسمي إبراهيم الخليل أنا موريطاني 100% من قبيل اسمته إيدا وعلي يعني شكون من العلويين شرفاء يعني شكون يعني أني ابن عم مليك محمد السادس الله ينصره أنا موريطاني يعني 100% مش موريطانيين يعني خلف السيطار يقولوا أنهم موريطانيين وموريطانيين يعني باقي هذو الناس يتركوا الموريطانيين على حالهم ما يتكرموا لانتهزوا الفرصة أنهم يهدروا الحسانية ويقولوا الموريطانيين موريطانيين وانتون عرفكم في موريطانيين انتم ما تعرفون موريطانيين شو معليكم بزاف وانا راني دبعا نهضر المغربية اختي مغربية صحراوية وتعيش في الداخل ما عند أي مشكل أنا مش مغربي لأن أنا موريطانيين نحب المغرب ونموت عليها والملك ديارهم ابن عمي وانا موريطاني حر شريف مش موريطان فبرك يعني دبعا حاني نهضر هذو الناس هننهضر معهم اللقاء ديارهم ليفهموها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا من قبل الدواء علي نقال إبراهيم للتقبل لاني جاهد راسي لاني خايف من حد لاني طام الناس اللي تقول عنهم موريطانيين ويقولوا عن موريطانيين كذا خلوا عنهم موريطاني وخلوا عنكم موريطاني موريطان ما يقول جغطكم وتصاصلوا مع الشعب نحن من موريطان مغربة نظروا نموتوا في البلد ونحياروا في البلد ما يصيبوا عنهم نحن ما نصيبوا عنهم ونبغوهم وموتوا عليهم وانا ها نموت على المغرب والناس يقولوا صحراوي خلوا عنكم موريطاني على الحال صحراويين ورحمهم الناس طابقين ويقول صحراويين ما تقوط عليهم من جيش العسكر الخائب الخائن العسكر من الصحراوي لما كان خائن ما يرسل المخابرات ويرسل الفشل ويقلقوا الحدود مبين نحن والمغرب ولكنتم خائن وكلاب ما نكمشي تملك كان فيكم الدم ما تقوطوا عن نحن الطريق مبين نحن والمغربة يقول أنتم ما تقوطوا موريطان ولا تقدوا بها تقوطوا لا مصلحتكم ولكن نحن ما نخوي فيهم منكم ولكن نقربوكم وجيش موريطاني السبوع الماضي عملوا مناورات على الحدود البوليزاري على الحدود المغربية وموريطانية ورعنكم شوتوا الجيش ما هو كتا 74 الحرب 74 موريطان كانوا انتوا لا ثلاث ولكن يجب تكرموا تم خبطوكم تم خبطوكم لين تقولوا ومغرب عاشت المغرب وعاشت المغرب صحراوية وصحراء مغربية وتبقى صحراء مغربية رقم انفاتكم الخنية فلاتكم شويني وأنا حويق لكم كامل الناس اللي كاملة تكلم عن موريطان ودقون عنه كذا وكذا أنا حويق لها والناس الطيبة أنا ما عندي معهم مشكلة وأكتر من هذا أخوتي كان كيهاجم بوليزاريو وإنسان محترم وكيواجههم بالدليل قاطع البراهين سمعوا أخوتي بقي الأوديو ومن هذا المنبر نعود ونكرره بأن الشعب المغربي والشعب الموريطاني راه طول تاريخ كان شعب واحد شعب واحد ماكيش فرق اليوم بين الموريطانيين والمغاربة فرقتنا فقط الحدود ديك المعبر قرقارات وغيرها راه حدود استعمارية وضعها الاستعمار الفرنسي حنا الحدود بنات زول تحيد ما تبقاش يبقى الموريطان والمغرب شعب واحد وتظهر الصناعة والاقتصاد والفلاح والصيد البحري وما تكون لا فيزا لا تأشيره لا يدك لا يخليك الموريطانيين دخلوا المغرب ومغاربة يدخلوا موريطانيين خوتنا يا هادو من دمنا والحبنا هذك الجزائر وبرزارو استغلوا الوضع ودخلوا كله سخ بينطفروا الحب باش يباع عطروا ويوصوا هذه العلاقة وفي مصلحتهم غتشفوني أخوتي بأنني ركزت هذه الأيام عدة فيديوش على هذه العلاقة لأنني فهمت عدة أمور عدة أمور فهمتها أخوتي لازم ركزوا على علاقة المغرب وموريطاني لما لها مصلحة الشعبين ومصلحة القضية الصحراء المغربية سمعوا أخوتي باقي الأوضيوات لا أنتو حشمان سمات الملتياتك شعب موريطاني ما أتك تكلم عنه سمات أفصل معنا القلوب مفتاح فاشل الواحد فيه نقال لفيافي صحراء مغربية صحراء مغربية صحراء مغربية أرقم الخنايف لك صحراء مغربية